بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم من جديد نرحب بكم أينما كنتم وعينما تباجدتم مع لقاء جديد وحلقة جديدة نتكلم بها عن الرمان الرمان من النباتات المقدسة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي جميع الكتب السماوية يا ترى ماذا يحمل هذا الرمان في داخل من فوائد وما هو السبب في جعله أسطورة وجعله من النباتات المقدسة لو أخذنا الرمان نتكلم هنا عن جزئين مهمين جزئية الثمار وجزئية القشور ونبدأ بما هو مفيد وهو البذور بذور الرمان لو نظرنا إليها تحمل لونين وهناك من الأحرى عدة ألوان ولكن لونين متفارقين الأبيض واللون الأحمر ما بينهما هو درجات اللون الأحمر أو درجات اللون الأبيض إلى الأحمر وبالطبع كل منهما يحمل إيش؟ صفاته الخاصة الرمان ذات البذور البيضاء وحين حتى نعمل العصير منه يخرج لنا العصير أبيض اللون هذا له فوائد أولا له مذاق حلو أكثر من الأحمر وهذا طبع ناتج لوجود نسبة من السكريات أعلى من الرمان الأحمر ونسبة من النشويات الكربوهايدريت بشكل عام أكثر وبالتالي نشعر بشكل واضح أنه مصدر للطاقة بشكل جميل جداً فيدي الانتعاش يدي الحركة مغذي للدماغ بشكل جيد يسمح لعادة النشاط والحيوية في أي وقت من إيش من الزمان هذه نسبة السكر أو نسبة السكريات الموجودة تفوق تقريباً السبعين جرام للحبة الواحدة مقارنة بثلاثين فقط أو أقل بقليل من اللون الأحمر إذن لدينا تقريباً ضعف الكمية لكن هذا غير مقلق أبداً لأن الرمان من مدرات البول وبالتالي أخذنا الفائدة أخذنا النشاط أخذنا الحيوية خلايا الدماغ تغذت منه بالشكل الصحيح وبالتالي لا بأس من استخدامه للأطفال لكبار السن ومرض السكر في حالة هبوط السكر في حالة هبوط السكر حذرنا مراراً وتكراراً من استخدام الماء والسكر الآن موسم الرمان من يعاني من انخفاض مستمر في نسبة السكر وإن شاء الله سوف يكون لنا وقفة حول هذا الموضوع بشكل كامل ما عليه إلا أن إذا كان متوفر الرمان الأبيض أن يتناول القليل من البثور أو أن يعصر نصف كوب من الرمان ويشربه وتأخذ الأمور حيوتها من جديد إن لم يكن متوفراً فعليه بالرطب الآن برضو موسم الرطب وسوف نخصص له إن شاء الله حلقة كاملة عن فوائد هذا العملاق الرطب وبإمكانه أيضاً أن يتعدى مشكلة هبوط السكر إذن لا بأس من تناوله الرمان الأبيض غني بالموتاسيوم وبالتالي أصبح عنوان لمرضى الضغط فهذا شيء جميل أن يتناول مرضى الضغط أن يعتمدوا هذا الصنف سواء كان أبيض أو اللون الأحمر ننتقل الآن إلى اللون الأحمر كما ذكرت هناك درجات من اللون الأحمر لا شك أن أفضلها كلما زاد الحمرة اللون الأحمر القاني كلما كان أكثر فائدة وهذه الفائدة تعود للدم تقوية الدم في الدرجة الأولى مقوي للأعصاب مقوي للذاكرة مقوي لحالة الإدراك وهذا شيء جميل جداً ويتميز به الرمان وهناك فرق ما بين الذاكرة والإدراك كذلك منشط للدورة الدموية من يعاني من خمول في الدورة الدموية من يعاني من برودة في الأطراف أطراف الأصابع دائماً يشعر بهم ببرودة صيفاً شتاءاً برودة غير طبيعية جسمه دافئ ولكن الأطراف اليدين والرجلين والقدمين يكونوا في برودة شديدة عليه بشرب الرمان فهذا مغذي للدورة الدموية ومقوي للدورة الدموية الخارجية الرمان كذلك الأحمر هو غني بالبوتاسيوم وغناب البوتاسيوم أكثر من الرمان الأبيض لذا نحذر مرضى الكلة من المرحلة الرابعة والخامسة وتحديداً بالاتجاه نحو الفشل الكلوي من تناول كميات من الرمان أو قوب من عصير الرمان لأن به ما يقرب أكثر من 600 ميلي جرام للحبة الواحدة ومرضى الكلة لا يجب أن يتجاوز 200 ميلي جرام من البوتاسيوم من فوائد الرمان أيضاً وتحديداً الرمان الأحمر هو أنه مقوّل المعدة فمن يعاني من الحموضة من يعاني من جرثومة المعدة الرمان لديه جانب جميل جداً وفرصة لكبحها بالجرثومة وإعادة الوسط الحمضي الجميل للمعدة وبالتالي يؤمن إفرازات البيبسين وهضم البروتينات كما يجب وقد خصصنا فيديو كامل حول هذا الموضوع سوف أضعه إن شاء الله في صندوق الوصف من فوائد الرمان أيضاً أنه مغذي ومقوّل البصيلة بصيلة الشعر من يعاني من تساقط شعر أو من يعاني من تقصف الشعر من يعاني من عدم نمو الشعر ما عليه إلا أن يكثب من تناول الرمان لمدة أربع أو خمس أيام إما البثور يأكلها أكلاً أو أن يشرب كوب من عصير الرمان صباحاً ومساءاً لمدة خمس أو ست أيام وسوف يرى نتائج مذهلة على صعيد الشعر الرمان أيضاً من جوانبه الجميلة أنه مضاد للأكسدة قوي جداً وبالتالي يمنع تهتك خلايا ويعيد بناء خلايا لذلك يعتبر من مضادات الالتهابات أيضاً الشديدة الجميلة القوية الالتهابات الجلدية البسيطة حب الشباب الإكزيمة في درجاتها الأولى البسيطة جيد جداً يعتبر غذاء وهام جداً أن يشرب المصاب بالأمراض السرطانية تحديداً أن يشرب بشكل يومي كوب من عصير الرمان فهذا شيء جميل جداً ويقاوم كما ذكرت هو مضاد للأكسدة وبالتالي يقاوم من حدة انتشار هذه الأورام بإذن الله طرق استخدامه عديدة جداً بالإمكان نستخدم البذور أيضاً في الطبق السلطة فيعطي المذاق الجميل ويعطي أيضاً الحموضة الجميلة في هذا الطبق وإذا كان وصل إلى درجة الحلاوة فأيضاً يكون طعمه مستساغ جميل أيضاً في طبق السلطة هذا عن البذور أما عن قشور الرمان فهنا للأسف الشديد أن قشور الرمان كثر التعاطي معها وتحديداً في موضوع الرجيم وقشور الرمان كثر التعاطي معها في الخلطات المختلفة وأغلبها كما ذكرت في تخصيص الوزن ولكن للأسف الشديد أقول أن قشور الرمان بها مواد من القلويدات هذه القلويدات هي مواد مرة والسامة وتحديداً للكبد وقشور الرمان تعمل على الكبد الدهني وتعمل على أن يصبح هناك تليف في الكبد لذلك ننصح وكل الرجاء ليس فقط نصيحة أن يتوقف الناس من إعطاء النصائح حول كشور الرمان ومن يريد تفاصيل في هذا الموضوع جاهزين كيميائياً وبيولوجياً أن نعطي الأسباب وكيف يصبح هذا الكبد كبد دهني ومصاب بالتليف تدريجياً خطوة بخطوة وهذا الكلام يستغلق من ثلاث إلى ست شهور وليس المعضلة هنا لا تبقى إلى مجرد تليف وتشمع في الكبد ولكن للأسف الشديد تصل إلى حد الوفاء فكثر هي الحالات التي توفت بعد ستة أشهر من استخدام مفرط من قشور الرمان ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك ربط ما بين هذه القشور وحالة الوفاء وكل ما قيل أن هناك أعشاب أدت إلى ذلك أو استخدم وصفة أدت إلى ذلك ولكن عند تحليل هذه الوصفات وكنت على قرب في أكثر من مرة وأكثر من حدث حول هذا الموضوع للأسف الشديد كانت هذه الوصفة تعج بقشور الرمان بنسبة كبيرة جدا لذلك أحذر من جديد عدم دخول قشور الرمان لأي وصفة كانت لا تخصيص وزن ولا تقوية معدة ولا أي شيء قصة اكتشاف قشور الرمان في العلاج كانت في السابق كمضاد للديدان لأنها ذات رائحة نفاذة والديدان دائما تطرد من الروائح النفاذة ولكن هناك العديد من الوصفات ذات روائح نفاذة لا شك الثوم على رأسها إذن ننصح من جديد تناول بذور الرمان فهي عنوان للصحة المتكاملة سواء كان الأبيض أم الأحمر ولكن حذاري من استخدام قشور الرمان ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر